بسكوت العيد الهش المقرمش هنعمله النهاردة بطريقة المصانع بيطلع خفيف جدا ومش تقيل وبيدوب في الشاي ولذيذ جدا يلا بيها نشوف المقادير آآ فانيليا بيكانج بودر نص معلقة صغيرة آآ شوية لبن صغيرين بيتين بيتين جرام سمنة نص كيلو دقيق بيتين وخمسين جرام سكر بودرة وشوية لبن صغيرين جدا يعني اربع معالق لبن بالزبط هننزل السمنة ونضربها مع السكر بمضرب البيض لحد ما يتجنسوا تماما ويبقوا زي الكريمة يعني لمدة آآ تلات اربع دقايق بالزبط زي ما انتم شايفين الشكل بقى انا عامل ازاي زي الكريمة بالزبط هنزل عليها بالبيض احط البطين انا حطيت بيضة والبيضة التانية برضو حطتها بس ما بناتش في التصوير وهحط كمان الفانيليا كيس فانيليا زغير وحضربهم تاني بالمضرب زي ما انتم شايفين كده لحد ما يبقى الخليط متجانس ونعم جدا بكون مجهزة نص كيلو دقيق والدقيق لازم يكون منخول طبعا بنزله على الخليط ده وقلبه كده كم مرة وبعد كده ببتدي اعجنه بايدي عشان لازم يتشكل على شكل عجينة في المصانع بيعملوا البسكوت بالبيض بس من غير لبن خالص يعني لو احتاج العجينة كانت نشفة شوية ومحتاجة بيضة كمان ممكن احط لها بيضة كمان او شوية لبن زغيرين 3-4 معالق لبن بس ده البكينج بودر انا كنت نسيت احطه حطيته اهو وحطيت معلقتين لبن بالزبط مع البطين وقلبه لحد ما تتشكل على شكل عجينة ده نعمة وطرية لو لقيته محتاج كمان معلقتين 3 لبن ازوده لحد ما العجينة تبقى طرية في ايديو متجنسة ويبقى سهل ان انا اشكلها بالقمع او بالمكنة بس هو في المصانع بيعملوا بالبيض بس ما بيحطوش عليه لبن خالص زي ما انتو شايفين الشكل بقى اعمل ازاي عجينة متماسكة وطرية ونعمة جدا هبتدي اشكله بالقمع زي ما انتو شايفين بالطريقة دي او بالمكنة طريقة التسوية كمان مهمة جدا ان انا بسخن الفرن كويس قوي اه وبعد كده بوطي الفرن على مية وعشرين واه احط البسكوتة على الرف الفقاني خالص وبالزبط كده ربع ساعة هلاقيه استوى واخد لون كده دهبي من تحته من فوق اطلعه على طول عشان ما ينشفش اكتر لو قاعد مدة طويلة في الفرن وزي ما انتو شايفين كده العجينة سهلة جدا في القمع وشكلها لذيذ ما تنسوش اشتركوا في القناة وتعملوا لايك وشير وكمانت وقال فهنا عليكم